هذا والتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن جابرييل مونويرا فينياليس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأكد فينياليس خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي للرئيس الأعليمي ومجلس القيادة الرئاسي في هذا المفترق الحاسم كما أكد الاتحاد الأوروبي اليوم دعم جهود المبعوث الأممي هانسو جرودنبرغ لعادة تفعيل هدنة طويلة وموسعة في اليمن